عقد مساء وأمس المؤتمر الصحفية الخاص بدور سمو الشيخ خالد بن حامل آل خليفة لكرة قدم الصلاة في نسخته الرابعة والدور الأول لرياضة ذوي الإعاقة تحت شعار ملتقى الأجهال وذلك في مقرر وزارة شؤون الشباب ورياضة حيث شهد المؤتمر الذي حضره عدد كبير من مختلف ممثلية الفرق المشاركة ووسائل الإعلام المختلفة المحلية والخارجية شهد استعراض أبرز الأهداف التي يسعى القائمون على الدوري للوصول إليها عملنا بطريقة إشرافية بطريقة دعم بقدر استطاعة لللجنة على أساس أنهم يوصلون إلى أهدافهم والأهداف طبعا مشتركة ما بيننا إحنا ما بينهم وهذا برنامج رياضي الصيفي يعني 32 مركز موجود في يعني طبعا هذه يعني إضافة للمراكز شبابية السابق ما كان هذا العدد موجودين بدأنا بتوزيع الملابس الرياضية على الأفرقى المشاركة 32 مركز وكانت في مشاركة في المؤتمر الصحفي من جميع الأندية وجميع المراكز الشبابية بالإضافة إلى الجهة الرسمية التي هي وزارة شؤون الشباب مع الاتحاد البحريني مع الاتحاد الذوي الإعاطة ترجمة نانسي قنقر